اشتركوا في القناة بل بالاعكس احسن واحلى وانضف كمان اه وهتوفر كتير او دلوقتي كيلو القطايف بعشرين جنيه احنا هنعمل بس اكتر من نص كيلو بكبيتين دقيق معايا كبيتين دقيق زيهم كبيتين مية معلقة سكر كبيرة معلقة خميرة كبيرة شوية ملح صغيرين شوية نشادر وشوية كربوناتو ونص معلقة باكون بودر بس كده السر في القطايف بتاعتنا النهاردة اللي احنا هنحط ربع معلقة نشادر وربع معلقة كربوناتو ده السر اللي انا واخده من محل محل عندنا بيبيع القطايف بصراحة دخلته وسألته فهو قال لي على السر دوت طبعا ما بيقولهوش لأي حد خالص هتطلع معاك نكحة ومضمونة مية في المية هتجيب الخلاط بتاعك او هتجيب الكببة بتاعتك تبدأ تنزلي بالمية الاول او هتحط دقيق الاول تنزلي بالمية وبعد كده تحط معلقة السكر تحط معلقة الخميرة ربع معلقة النشادر ربع معلقة الكربوناتو وشوية الملح يعني رشة ملح صغيرة ومعلقة النص معلقة الباكمبادر وهتبدأي بعد كده ترح حط عليهم الدقيق وتروح بشغال الخلاط بتاعك او الكببة بتاعتك مش هياخدوا في الكببة حوالي سانيتين تلاتة واتلاقيهم اتضربوا معاك كبتين المية عليهم كبتين دقيق بالزبط لو حسيت اللي هي تقيلة شوية ممكن تزودي مية يبقى دقيق بتاعك دوت بيرياخد مية كتير لو حسيت اللي هي خفيفة اوي ممكن تزودي معلقة واحدة دقيق لكن انا عندي كبتين المية اخدوا كبتين دقيق بالشكل دوك كده صمكها بقى كويس جدا زي ما انت شايفة كده هبدأ بقى لنا احطها او اصبها في اي حاجة عندي عشان اسيبها على اقل ربع ساعة تخمر او نص ساعة هحطها في الكباية ديت هحطها كده تخمر زي ما انت شايفة كده الصمك بتاعها حلوة اوي ولا تقيلة اوي ولا خفيفة اوي لكن هتطلع معاك نجحة مية في المية ان شاء الله واتوفر كتير اوي زي ما انا قلتلك اا يعني كبتين دقيق بحوالي اي اه نقول تلاتة جنيه مثلا يعني ربع كيلو دقيق اا شوفي بقى انت ربع كيلو دقيق بكام وشوف انت لو رحت يا جيبي كيلو القطايف بكام غطتها كده بالستريتش دوت علشان خاطر اسبها تخمر طبعا بعد ما غطتها بالستريتش فارت مني على الرخيمة بس الحمد لله كنت لسه في المطبخ ما خرجتش اا فلحقتها قبل ما تفور خالص حطتها في طبق كبير شوية يعني ما تعمليش اللي انا عملته دوت وتحطيها في حاجة صغيرة اا اا انا نسيت بصراحة صوحي علي خالص اا ما تخيلتش اللي هي هترتفع بسرعة كده يعني حطتها بقا حاجة اوسع شوية وغطتها بالشكل دوت كده وهسبها حوالي ربع سيعة بعد ما سبتها ربع ساعة بالشكل دوت كده حسيت اللي هي الخميرة خمرت معي بالشكل دوت ااا عملت رغاوي فوق الوش هبدأ اللي انا اقلبها بتقلبيها كده تقلبتين تلاتة علشان خاطر ايه لو ماسكب بعضيها تفوك لحسات اللي هي تقيلة ممكن تزوديها مع علاقتين مية مفيش اي مشاكل خالص هجيب بقى طاصة على النار او جريل او اي حاجة عندك هبدأ احط فيها نقطة زيت واحدة علشان خاطر ما تلزقش مني في الطاصة وهبدأ اجيب بقى مغرفة ممكن تستعملي يكون شفشق كده وليه سن طالع زي المغرفة كده تبدأ اللي انت تصبي منه او كوباية او اي حاجة عندك تسهلي على نفسك المواضيع دي كده القطايف الكبيرة هنعمل مع بعض دلوقتي القطايف الزغير تعرفوا منين اللي العجينة بتاعتك دينك حمية في المية والمقادير مزبوطة معاك اول ما تحطي العجينة بتاعة القطايف في الطاصة هتلاقيها خرامت كده بالشكل ده كده تعرفوا اللي العجينة بتاعتك كويسة واستمر في البيئ بالشكل ده كده انا بقى هنا غلطت غلطة او اتغلطيها زي ما انا غلطت حطتها على جنب تخرتها كده بقيت شوية وروحت عاملة واحدة تانية طيب الواحدة التانية اللي انا عملتها دي طب ما هي مش هتطلع معايا مدورة وانا عايزها مدورة مردتش اعمل منتاج للفيديو عشان خاطر اورها لك واقول لك او هتعملي زي كده مردتش اعمل منتاج للحطة ديت عشان تشوفيها دي القطايف اللي انا عملتها بص الوش بتاحها متحمر ومستوية مية وتمانين درجة طريقة سهلة اوي الطريقة بسيطة جدا اميال على طول تشجعي كده ويعمليها مش هتاخد منك وقت خالص وانتي وقفة حتى بتخسل الموعين كده يدوب انت هتعملي شوية العجينة وتسبيها تخمر وبعد كده تروح حطها في الطوصة يعني مش هتاخد منك وقت خالص بل هتففر كتير اوي بل ما تروح تشتريها من برة وتعودي بقى تقول الجوزك هتلي قطايف وما يجيبش وانت عارفين بقى الحوارات دي مش لازم اللي انا احكي عليها اكيد انت عارفين المواضيع دي اه هبدأ بقى ان هطلحها على فوطة نظيفة لازم تطلعيها على فوطة علشان خاطر اه ما تلزقش منك في اي حاجة تانية عشان تمتص السخنية هي التعرق فتعرق على الفوطة تبقى حاجة طريقة بالنسبة لها بالشكل ده وكده لكن لو حطتيها على مثلا صنية او اي حاجة تانية صدقيني مش هتبقى حلوة معاك وممكن تلزق في الصنية حاولي تحط كل واحدة لوحدها ولما تبرد حطيهم فوق بعد عادي دي القطايف الكبيرة والقطايف اللي هي بيقولوا عليها عصافيري انا بحب يعني القطايف العصافيري احلم القطايف الكبيرة بحشيها ايه بحشيها شوية اه مثلا لو عندك مكسرات مش عندك مكسرات يبقى فول سوداني وشوية جوست الهند وزبيب ومعلاقة سكر او ساعة كتير بعملها بالبلح وبتبقى طعماها جميل جدا بص بتتقفل معايا زي بكل سهولة يعني مش صعبة ولا اي حاجة هتعملي الكمية اللي انت عايزة تعمليها وتروح يحطها بعد ما تحشيها حطها في الفريزر هتحشيها بقى الحشوة اللي انت عايزة تحشيها زي ما قلتلك كده مكسرات او البلح او مثلا تعمليها بالاشطة بس بفضل الاشطة دي في وقتها لكن لو انت هتعمليها بالمكسرات او بالبلح بتقفليها وتحطيها في طبق فويل وتقفليها كويس وتحطيها في الفريزر ولما تيجي تطلعيها يدوب انت بتحمريها في الزيت على طول وتروح يمنزليها في الشربات التقيل عملت معاكم الشربات التقيل هسابلكم رابط الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله اللي ما تفرجتش عليه تتفرج عليه واتكل احلى قطيف ان شاء الله في شهر رمضان كده اعملي نفس الخطوات نفس الطريقة بتنسيش ربع معلقة النشادر وربع معلقة الكربوناتو هما اللي هيزبطولك القطيف بتاعتك اتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبك لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسيش تدسيلي اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي وشير بقى لصحابك عشان يستفيدوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته